اشتركوا في القناة المختلفة اطاح الفرصة الكاملة لسياسة مخضرم زي الدكتور قسامة الغزالي يحاول ضيف العزيز الاستاذ حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اهلا وسهلا ديت مرة تانية صهرتك كتير بقي عندي سؤالين فقط انا قاعد اتفرج على الحوار عشان نبقى النهاردة هو حوار لانتخابات الرئاسة بالفعل والناس بردود الفعل اللي على تويتر وعلى فيسبوك الناس عايشة في اجواء انتخابية واحنا يجب نحسس الناس ان احنا فعلا بناخد خطوات وعايزين نجر شوية عايزين نستعجل علشان مصر تستقر لدي سؤالان فقط السؤال الاول ماذا سيفعل الاستاذ حمدين صباحي اذا اصبح رئيسا للجمهورية في حالة الانقسام المجتمع المصري في حالة انقسام والانقسام لا يعني التساوي في الكافتين ولكن لدينا عائلات واسر من الشرطة والجيش مات ابنائهم غدرا وهدرا والاتهمات موجهة صوب الاخوان المسلمين مباشرة وامامنا عائلات مات منها ناس في ربعة وفي النهضة وفي اماكن اخرى لأسباب مختلفة لا اناقش الان في من وضع نفسه في هذا الموضوع ولكن لدينا الم عند الاف من الاسر والالاف دول يتبعهم عائلات اخرى واصحاب واصدقاء فالمجتمع في مرارة وفي انقسام لو اصبحت رئيسا كيف ستواجه هذا الموضوع بالعدل انا مؤمن بالعدل والمحبة ايماني الشخص البسيط كمصري سيدنا محمد نبي الرحمة والاسلام في يقيني هو دين العدل السيد المسيح المحبة المحبة كلها هي صلب رسالته ما تجوا نستغل الصروة الهائلة دي الصروة المعنوية التي لا تقوم نهضة ولا تتأسس حضارة ولا تتضح معالم ثقافة بدون قيم احنا بلد القيم هذا الوطن تنزلت عليه رسالات الدنيا كلها ليه حولنا الدين من سلاح فئدينا عشان نبني لسلاح نوجهه لصدور بعض عشان نقتل بعض بس حصل ما تيدي حصل هنستعيد نفسنا بالعدل انا مؤمن بان ناصر تحتاج الان كثير من الاجراءات العملية والخطط المدروسة والكلام العقلي لكن كمان هي محتاجة روح محتاجة من يبشر محتاجة من يدرك ان الانبياء لم يصنعوا المعجزات بالحسابات لكن بأن يخاطبوا روح عظيمة وفطرة طيبة ربنا خلق الناس عليها طب احنا المصريين اللي نستحق نحترم ونحب ونفخر بنفسنا وبثقافتنا وبحضرتنا لحظة المحنة دي ممكن تبقى منحة انما علينا بالعدل والمحبة انا برنانجي فيه عدال انتقالية فكرة العدل هنا واذا سمحتيلي بالتجربة العدل يحتاج الى ادوات كي يظهر في صورته الاخيرة منذ 25 يناير وحتى الان سقط قتلى وشهداء كتر العدل يحتاج الى ادوات في دولة مستقرة اي حد حييجي النهاردة يحكم وعشان يدور علشان يصل الى من قتل ومن قتل ظلما ومن قتل لانه وضع نفسه اذا لم تستطع بادوات العدل التحقق هذا العدل طبعا لا ما هي صياغة الاخرى للمحبة على ارض واقع هقولك هندخل مع بعض كمصريين بنية لم الشمل على اساس العدل والمحبة وننفذ الكلام عن العدلة الانتقالية مش احنا ما جينا عملنا خرط الطريق تكلمنا عن عدلة انتقالية لم تتم حتى الان مش فيه كلام عن عدلة انتقالية وتكليف دستوري بان التشريع الذي يحددها يقع على عاطق او البرلمان انا هتبنى هذا الفهم اللي شعبنا صوت له ايه العدلة الانتقالية العدلة الانتقالية مفهوم وتشريع اتحط في النصوص ومؤسسات تعمل التشريع اللي بيعبر عن المفهوم تتضمن ايه بقى العدلة الانتقالية باختصار قصاص عادل بمحاكمات ناجزة يفتح باب الحساب بعدل يعطي فرصة للإدانة او للبراءة يجبر الضرر لكل المدارين جبر الضرر مفهوم مركزي في العدلة الانتقالية والكلام ده بالمسامحة والتعويض المادي هكمل بقى جبر الضرر طبعا جبر الضرر مادي وادبي نعم ده اتنين وده يفتح الباب ليه سلاسية الاعتراف والتسامح والتصالح لما ام الشهيد اللي هو شاب زي الفل نزل يهتف للعيش والحرية فرجع لها شهيدا نارها ما بيردتش لحد دلوقتي لازم امكن ام الشهيد واصدقاءه وحبيبه واصحابه انهم يحسوا ان دمه مضعش هدر وان العدالة الانتقالية بتشريعتها والادوات اللي هتنفذها قالت لهم انتوا اصحاب حق بعد ما تبقى صاحبة حق انا هطلب منها ان تتسامح اذا ارادت ولي الدم هو اللي هو حق ان يعفو بس العفو بيبقى عند المقدرة ما بقاش انا محروم من حق ومش معترف لي بان ابنة اتل ولا حد دليني في هذه الدولة مين اللي ضيع عين مصاب فقد نور عينه لازم في حد مسؤول مين اللي اهضر دمي شهيد حد مسؤول مهمة الوصول لهذا المسؤول هي جهات قضائية تعمل وفق تشريعات عدالة انتقالية مش التشريعات السيدة العادية لما العدالة الانتقالية دي تبدأ من ان صاحب الحق يحس انه بقى مالك في ايده دم اللي قيت لابنه او اللي خد نور عينيه او اللي تسبب فيه عجز كلي او جزء له ساعتها اما المجتمع يطلب منه بنفس مفهوم العدالة الانتقالية لانه سامح اذا شاء عفى وانشاء طبق القصاص تب ام شهيد الشرطة والجيش فين عندما اتحدث عن الشهيد بس انت ذكرت شهداء الثورة لا 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 ده انا بضرب نموزن الشهيد عندي هو كل من اهدر دمه بدون جريرة الا انه كان يؤدي واجبا منه الجيش بيؤدي واجبه الشرطة بتؤدي واجبها وبيقدوه باسم المجتمع ولمصلحته وليحمايته او رجل صاحب رأيي لن استثني احد من انه يعود ويكبر ضرره الا من يزبط عليه انه كان يحمل سلاحا في وجه المجتمع او انه طرف في عمليات ارهاب او عنف كل حد بقى ضم داع مصري في رأيبة المجتمع وفي رأيبة الرئيس الجاي وعليه بالعدالة الانتقالية بمفهومها وتشريعاتها التي ينبجي ان تصدر في اول اجتماعات ستتم البرلمان انا عاوز مصر تقفل بقى الصفحة الصعبة اللي فيها سيل الدم ده بس تقفلها على نظافة ومحدش حاسس انه دم وضع هضر ولا جزء من جسمه وهو مصاب المصابين دلوقتي ما بيتلاقوش يتعالجوا ما بيتعملوش بما يليك باحترام انهم مصابين لما المجتمع ده يقف باجماعه وبتشريع وبأدوات ومؤسسات عدالة متخصصة في تطبيق تشريعات عدالة الانتقالية يدي لكل دي حقا حقا بغض النظر بقى هو كان بيهتف لصالح مين او ضد مين اذا كان كل من مات لانه هتف مهما كان هتافه الشعب المصري هيعوضه ويطفطب عليه ويعطيله ما يستحق من تعويض عادي لبرد نار اهله وحبيبه عشان ما نقفل جرحنا نقفله هو نظيف ونبص القدام وانا نفس العاملية دي تتم في وقت قياسي وما تتركش قصار بس بنبه العدالة الانتقالية ولم شام لماصر وتبريد نار كل اللي قلبه تحرق على ابنه او حبيبه محتاجة عدالة حقيقية بدون تواطق ومحتاجة تسامح حقيقي او استعداد للتسامح عندك من ملفاتك في حملتك الانتخابية عندك ملف خاص بده جاهز طبعا عندي عندي مشروع مكتمل للعدالة الانتقالية مبني على دراسات جدة مقارنة فيها تجارب شعوب تعرضت لأسوأ من اللي تعرضنا له تعتقد ده ممكن ياخد وقتها دي لانجازه مجتمع في ظل ارهاب وتوتر واللي بيحصل في بلدنا انا اتوقع ان التشريعات نهائية العدالة الانتقالية لابد ان يقرها برلمان لاحظ انا اتحدث عن رئيس اذا ربنا اراد وشعبنا اختار ان احمل هذه الامانة هيعمل مع دولة مؤسسات والبرلمان له حقوق وصلاحيات لن اتخطأها لكن ارادت السياسية واضحة انا اريد عدالة انتقالية ناجزة قد حق الكل واحد ضع دمه او اصيب او ظلم او اهدرت امواله او ممتلكاته في غمرة هذا المطار الثوري من اول 25 يناير لحد النهاردة عشان نصف الصفحة دي ونقفلها بالحساب الجد وبعزمنا عن ان احنا نسامح بعض وندرك معنا الرحمة والتسامح واحلال المحبة من حكان الكراهية المزيج ده بقى من القيم والاجراءات القيم تليق بينا واجراءات جدة طباها هو اللي هينجينا من ان احنا نعد ندور في حلقة مفرغة لطالبي ثقر لا ينالوه ومش هيهدوا بدون ما يطولوه وطالبي التعويضات مستحقة عن اضرارهم ما خدوهاش وطالبي اعتراف بدمهم الذي ينكر حتى الان عاوزين ننجو من هذه الحلقة بان احنا نعمل العدالة الانتقالية ورقتنا اللي بيجاهزها فريق من الخبراء ومستفيد بدراسات زي ملترك عديدة هتبقى جزء رئيسي من برنامجنا وهنخضعه لحوار مجتمعي ونسمع بعض فيه واذا صح العزم ان شاء الله مصر يتلمش عملها بالعدل يا رب فاضل السؤال والطلب هل انت جاهز صحيا لتوقيع القشف الطب عليك حسب قانون مباشرة انا مستعد تماما يعني ربك عملت تحليل وتأكدت انك سليم مية في المية الحال لا ما عملتش اي حاجة احنا يعني واثقين في ان القدرات في مناظن الزهنية والجثمانية تسمح لان نحمل هذه الامانة ولو انا لدي ما يجعلني بينه وبين نفسي قبل اي كشف طبي اعتقد باني غير قادر على ذلك انا مش هطلب اشي الحمل انا مش هقدر اشيله انا اطلب من الاحمال ما اسق ان ربنا هيعني على حمله واداء الامانة كما ينبغي لمؤمن ان يؤدي امانته مش خايف لا قدر الله تتفاجئ باي شيء مش هتسيب نفسك لاخر وقت لما تروحتك لا 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 اعمل اي حاجة اذا اتفاجئت باي شيء هتبقى دي بردو ارادة ربنا يعني وفيما يختروا ربنا هتحلل تعمل كشفات تبقى مرة واحدة اتبعهم وخلاص اه ما يعني مدام الرخصة دي متاحة يبقى خير وبرك احنا نشرهم كمان ان هما يطمنون على صحتنا ان شاء الله حتنسحب تماما من الحياة السياسية اذ لم تأتي رئيسا يعني اذ لم توفق وكان الحظ واختيار الشعب بشخص اخر هل يمكن ان تلعب دورا في الدولة المصرية لن انسحب ابدا من اداء دور الوطن العام المجاهرة بكلمة الحق واجب فمحدش هينسحب من حياتي لا بكلم عن مسئولية داخل جهاز الدولة لن اتولى اي منصب تنفيذي اما رئيس او لا نعم اما منتخب او لا انا عيشت طول حياتي اذا ربنا اكرمني بمدد وثقة الناس وانتخبت اشيل حملي وادع ربنا اذا لم انتخب في شيء انا عمري ما تعينت في حاجة اخرى بس انت كنت موافق للرئيس المعزول محمد مورثي اذا التزم وخرج من جماعة الاخوان المسلمين يمكن ان تقبل منصب مقابل الاسبو مريح كان السياق في هذا الوقت ما بالنا بقى لو جي المشير السيسي وانت تراه في منطقة مختلفة تماما عن موسيقى طبعا بالتأكيد انت هو في منطقة مختلفة وانا مستعد ان اعارضه معارضة بناءة قوية لأكون جزء من نظام ديمقراطي المعارضة فيه لا تقل اهمية عن السلطة نعم ومستعد ان ادعو ان اناصره ونكون شركاء في السلطة بشرط انا شخصيا مش اخد اي وظيفة انا محدش هيمضي قرار تعييني في حاجة انا يا الشعب انتخبني يا اما انا مواطن اخدم هذا البلد واقيد اي رئيس عادل مع العدالة الاجتماعية مع الاستقلال الوطني مع الديمقراطية او اعارضه من موقع مسؤول وانا مواطن في الحالتين انا دوري مستمر مدام ربنا يعطيني القدرة على اداء لان انا بعتقد ان دي هي امانة ان احنا نسعى للاحسن لبلدنا والخيرها والتحقيق احلامها المشروعة ودي مش شرط في ان الواحد يكون رئيس جمهورية فزا ما كانش رئيس جمهورية مش شرط يبقى نايا برئيس جمهورية او رئيس هو ذا ما هو مواطن وهذا ما ادعو كل المصريين له فخر اي مصري ان يكون مواطن مصري بس هو واخد حقه عايزين نحس بها تاني لو جاء المشير السيسي رئيسا للجمهورية هل سترى حاكما عسكريا حكم عسكري في البلاد ولا رئيس مدني منتقد بص مدام قبلنا انه نترشح يبقى نقبل النتائج وهنحسبه حساب جد منصف عادل نزيه نعم واحنا حارصين على بلدنا الحرص على بلدنا هو اللي هيخلينا نعين اي حاكم مش هيعيد النظامين اللي فاتوا ولا الفساد اللي فات ولا السرقة والنهب وهيعمل العدالة الاجتماعية والديمقراطية واستقلال الوطن ايا كان اسمه سنعينه ليه انا قلتلك ما اعنيه الرئيس الجاي مش مسموح له يفشل انا شخصيا لن اسمح لأي رئيس قادم بان يفشل طبعا لو كنت انا ربنا ارده الشعب انا اعرف ازاي من لن اسمح لنفسي بالفشل واذا كان غيري لن اسمح له بالفشل وقدامي سكتين الاولى ان اعارضه معارضة بالنائل لان ده جزء من انه ما يفشلش واذا كنت انا رئيس انا اريد معارضة قوية لان ده جزء من ان انا ما يفشلش او ان اشاركه اذا كان فيه موجبات موضوعية وجدة ونازية لمشاركته بس انا مشاركه انا اقول له والله فلان يقدر انا مش مرشح فارد انا تعبير عن اقولك انا مرشح شعبي بعبر عن قوى اجتماعية وسياسية واجيال عندها مشروعها فاذا حبيت اعين الحاكم القادم بالمشاركة هقول له والله يخد فلان معاك واخد فلان معاك واخد فلان معاك واخد فلان معاك وادعوهم لان يشاركوه ويشيلوا معا الحلم الحمد وانا هبقى معاك يا مواطن مش هقبل منصب على الاطلاق طيب هذا كلام نهائي طيب في نهاية حلقتنا اليوم لو قلتلك الكاميرا بتاعتك اها وبص للسادة المشاهدين وللشعب المصري وقول له انا باعتذر عن من 25 يناير حتى الان تعتذر عن ايه؟ من 25 انا اعتذر عن ان القوى المدنية السياسية وانا جزء منها لم تنجح في ان توحد كلمتها او تقدم بديل من الكتلة الديمقراطية في هذا البلد يطمئن الجيش بحيث لا يضطر لان يقدم مرشح لو احنا كنا في جابة الانقاذ وكنا في القوى الثورية والشبابية اتوحدنا كما يليق بينا واحنا اللي كنا في قلب الشارع واحنا اللي كنا في قلب الصورة واحنا الاصل في 25 و 30 واحنا صناع الثورتين والجيش في المرتين انحاز لنا مش الجيش اللي قاد واحنا التحقنا وإلا كان يبقى انقلاب احنا الشعب اللي قاد والجيش انحاز لنا لو كنا احنا كملنا وقلنا والله ادي برنامجنا وده مرشحنا والله كان ده بقى اسعد حاجة على جيشنا وعلى مؤسسة الدولة لكن تفرقنا هو الذي اخلى الميدان من السياسة فتقدم الامن عاوزين نسترد للشعب وللسياسة وللقوى السياسية وللمجتمع المدني قيمته ودوره وأهليته لأن يكمل ببناء دولة نكحة بعد ما بدأ بقيادة نوجتين من ثورة ان شاء الله تتم فهذا ما اعتذر عنه أما ما أفخر بيه فإن كنت وسط الناس وهي بتصنع معجزتها التي لم تكتمل بصورة خمسة وعشرين وثلاثين هتكتمل أما الإرادة السياسية العظيمة اللي تجلت من شعبنا في الشارع تبقى موجودة في الدولة لأن احنا شعب عظيم بإرادة سبت أنها لا تكهر محتاج دولة في مستوى الشعب من الإرادة والقدرة وعوامل النجاح ثم بعد أن أشكرك شكر مستحق على إتاحة هذه الفرصة لأتواصل مع أصحاب القرار في بلدهم وأحييهم على صبرهم على الاستماع إلينا وأحييك على هذا الأداء المتميز في هذه الحلقة أريد أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء أثير على قلبي اللهم أعطنا القوة لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرين والضعفاء لا يخلقون الكرامة والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء آمين آمين أنا أشكرك جدا أستاذ حمدين صباحي الرشح المحتمل رئاسة الجمهورية سهرتك وخدت وقتك بس استمتعنا بهذا اللقاء أشكرك جدا أشكر حضراتكم استحملتونا الوقت كان طويل هذه هي بداية بتديت مبارح وكانت الحلقة عن المشير السيسي لحد ما المشير السيسي يعلم ترشحه ساعتها حنطلب أن يكون ضيفانا ونسعد بلقاء جدا قيمة وقامة وطنية مهمة حرسين عليها كل المرشحين اللي حيوصلوا في الانتخابات واستطيعوا أن يحصلوا على أصوات تزكية وتوكيلات البرنامج مفتوح ليهم والقناة مفتوحة ليهم بشكركم جدا بكرة حلقة خاصة عن عيد الأم حنسمع طرب وإن شاء الله مصر تبقى بخير بكرة ونقول لي كل أم كل سنة وانت طيبة أنا أمي ماتت الله يرحمها بقول لي إخواتي البنات كل سنة هما طيبة كل سنة وكل أم مصرياتها وكل أم شهيد وكل أم تحرق قلبها على ابنها كل سنة وانت طيبة مصر بخير طلما أنتو بخير فاشكراك مرة تانية نارفنا بخير إخواتي 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 اشتركوا في القناة